بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبات وطلبات الصف الثالث تعليم التجاري معكم وعليمكم أستاذ شامح حسن نتحدث في مادة أعمال الوساطة المادة نتحدث في الجزء النظري أول حاجة نتحدث فيه في النظر النهاردة هي التوزيع المادي لمنتجات نعرف عن المقصود بالتوزيع المادي لمنتجات وأهداف التوزيع وبالنسبة لنا التوزيع المادي سنتحدث عن السلع وأنواعها وأنا بكلم في التوزيع المادي لمنتجات عايز أعرفه هقول هو كافة الأنشطة المتصلة بحركة المنتجات أثناء انتقالها من المنتج للمستهلك يبقى أنا بحرك المنتج وبنقله من المنتج للمستهلك بقوم ببعض الأنشطة كل الأنشطة دي كلها بنسميها توزيع مادي طيب إيه الأهداف الاستراتيجية؟ عشان فيه أهداف نظام التوزيع المادي وفيه الأهداف الاستراتيجية للتوزيع أهداف التوزيع الاستراتيجية ثلاثة هدف ربحية يبقى احنا بنوزع عشان نوزع على كذا ما كان الربح يزيد اثنين أهداف تنافسية يبقى عشان نعمل منافسة مع المنتجات القريبة مننا ومشابهة لنا رقم ثلاثة هدف المرونة ان احنا نعمل توازن من العرض والطلب طب أنواع السلع قال لي السلع بتنقسم لنوعين سلع استقراب وسلع تسوق سلع الاستقراب هي السلع اللي بيتم شرقها من أقرب مكان عشان كاي بنسميها سلع الاستقراب فيه سلع للتسوق سلع الملابس والأدوات والأجهزة المنزلية والأجهزة القربية طيب أهداف نظام التوزيع المادي بقى ايه اهدافه؟ اربع اهداف واحد تخفيض تكاليف تحريك وتخزين السلع ونقلها من المنتج للمشتري الأخير اثنين تخفيض الأسعار تلاتة زيادة الطلب اربعة إشباه حاجات السوق يبقى هداف التوزيع تخفيض تكاليف تحريك وتخزين السلع تخفيض أسعارها زيادة الطلب إشباه حاجات السوق طيب عناصر التوزيع المادي بقى توزيع المادة ده إلي عن أهل الحاجات التي تكون التوزيع المادة ده تلات عناصر هم المنولة والنقل والتخزين يبقى عناصر التوزيع المادة للمنتجات تلاتة هي المنولة والنقل والتخزين نبدأ مع بعض أول حاجة نتكلم عليه هي المنولة المنولة أهم وسائل المنولة هي المحولات والمحولات ده عبارة عن سيور متحركة ومصاعد يبقى السيور المتحركة ومصاعد أهم وسائل المنولة في عربات النقل وفي عند الأوناش يبقى لأوسائل المنولة أهمها تلاتة المحولات اللي عبارة عن سيور متحركة ومصاعد وعربات نقل وأوناش طيب تاني عنصر كان عندي النقل إيه هو النقل؟ النقل هو تحريك السلعة من أماكن إنتاجها إلى أماكن توزيعها واستخدامها يبقى أنه لما بحرك السلعة من مكان إنتاجها لغاية مكان توزيعها واستخدامها دي اسمه نقل طيب إيه الحاجات لابن أخذها في اعتبارنا في النقل؟ قال للاعتبارات المتعلقة بالنقل تحديد معدل أجر النقل أنماط النقل الممكنة يعني لازم أعرف النقل هيكلفني كم؟ ولازم أعرف هنقل بإيه؟ أنواع وأنماط النقل هنقل بإيه بقى هي؟ في عندي رقم واحد النقل بالسكك الحديدية ده كان موجود وانخفضت نسبته عبر الزمن في نقل مائي لو عن طريق البحر أو الأنهار ده أقل أنواع النقل تكلفة ولكنه أبطأها في النقل بالأنبيب ده لما يكون بنصدر أو بنستولد حاجة غاز حاجة غازية حاجة سيلة يستهدم في نقل البترول والغاز الطبيعي رقم أربع النقل الجوي يتميز بسرعته الفائقة وارتفاع تكلفته يبقى دي فيه ميزة وفيه عيب رقم خمسة النقل بالعربات يتميز بالسرعة والخطبة المستمرة والمنتظمة والمرونة يبقى أنماط النقل أو أنواع النقل يبقى لو جالسوا إيه لعرف النقل لموضح أنواعه أو أنماطه هقوله النقل هو تحريك السلع من أماكن إنتاجها لأماكن توزيع واستخدامها أنماط النقل خمسة نقل بالسكك الحديدية ولازم على الألو كده جنبها كلمتين أقولهم كده أقوله انخافض نسبته عبر الزمن النقل المائي اللي هو البحري والنهري وده أقل أنواع النقل لتكلفه ولكنه أبطأها النقل بالأنابيب ويستخدم فيه نقل البترول والغاز الطبيعي النقل الجوي ويتميز بسرعاته الفائقة وارتفاع تكلفته النقل بالعربات يتميز بالسرعة والخدمة المستمرة والمنتظمة والمرونة تالت عنصر كان عندي التخزين إيه المقصوب التخزين؟ الاحتفاظ بالسلعة من وقت إنتاجها لحين طلبها يبقى أنا من أول ما بنتج السلعة بحطها في مكان أحفاظها فيه أحفاظها فيه وتطلع صالحة لغاية لما تجي تطلب ده اسمه تخزين طيب أنواع أو تصنيف المخازن المخازن بتنقسم عندنا تلاتة أنواع مخازن إنتاج ودي مخصصة لتحقيق التوازن بين الطلب على السلعة وبين حجم إنتاجها ومخازن توزيع وده بيختص بتجميع المنتجات ثم أعادت توزيعها وهدفه ضمان سير الإنتاج بدون توقف وفي مخازن أوتوماتيكية ده تتميز بانخفاض حجم العمالة المستخدمة والتكلفة ليه لاستخدام الحاسب الآلي يبقى أنواع أو تصنيف المخازن تلاتة مخازن إنتاج ده اللي بنتجه وبخزينه عشان أعمل توازن بين الطلب والعرض مخازن توزيع بنتجه وبحطه في المخازن عشان بعد كده أعمل لها إعادة توزيع عشان أضمن سير الإنتاج بيتوقفش رقم ثلاثة مخازن أوتوماتيكية دي بتتميز من خفاض حجم العمالة والتكلفة لأنها بتستخدم الحاسب الآلي بنخزن ليه؟ في أسباب كتير أو للتخزين وكل واحد ولو سببه واحد يقول لي عشان مواجهة متطالبات التجارة والصناعة يبقى أنا بنتج وبخزن عشان لما التجارة أو التجارة يطلب حاجة يلاقيها أو الصناعة تطلب مادة خامة أو أي حاجة تلاقيها وفيه هدف مضاربة بخزن عشان خاطر أستنى الغات لما السلعة السوق ما يبقاش موجودة فيه وسعرها هيعلى أو ما نمنزلها أو رافع في سعرها وفيه رقم ثلاثة بخزن عشان إنتاج موسمي والسلعة دي ساعة بس تهلكها باستمرار وممكن يقول ليكون السبب التخزين ده التأثير في طبيعة السلعة عشان جبنة الرومي كده بنخزنها عشان تقدم فسعرها هيعلى أعمال المخازن المخازن بقى بتعمل إيه؟ بتستدم السلعة وتفرغها وتنقلها إلى أماكن خاصة بقى في المغزن تجميع أوامر الشراء تسهيل تدول السلعة لاحتفاظ بالسلعة لحين الحاجة إليها يبقى أعمال المخازن أربعة استلام السلعة وتفرغها ونقلها تجميع أوامر الشراء تسهيل تداول السلعة لاحتفاظ بالسلعة لحين الحاجة إليها هنجي بعد كده نتكلم في عوامل اختيار موقع التخزين موقع إيه؟ التخزين لو بيقولي العوامل التي توقف عليها اختيار موقع التخزين وفي هنا موقع المخازن موقع التخزين رقم واحد في العوامل اللي بتأثر فيه أو عملت خين اختاره تكلفة الأرض والبناء لو التكلفة عالية تحت الأرض والبناء يبقى هابل عن المكان ده لو التكلفة والليلة ممكن نفكر في المكان ده تكلفة التشغيل وإدارة وحماية المخزن المخزن ممكن نعمله في صحرة فمحتاج أمن يبقى أنه محتاج تكلفة وتشغله وتحميه القرب من الأسواق أو من جهات الاستخدام هل المعزن اللي اختر دوت موقعه قريب من السوق ولا بعيد؟ توفر الخدمات والمرافق الأساسية هل في له مواصلات ولوه كهرباء ومية ولا مفيش؟ طبيعة الأصناف المطلوب تخزينها طب أنا نخزن ايه في المكان ده؟ رقم ستة الاحتياجات الحالية والمتوقعة للتخزين بالمنشأ إحنا ليه بنخزن؟ واحتياجاتنا إيه دلوقتي وبعد كده؟ طيب العامل المؤسرة في تحديد موقع المخازن موقع المخازن في عمل بتأثر فيه كم عامل؟ تلاتة تكلفة المنولة الداخلية في المخزن تكلفة تسليم السلع للعملاء تحديد الموقع المناسب للمخازن يبقى تكلفة المنولة الداخلية في المخزن تكلفة تسليم السلع للعملاء تحديد الموقع المناسب للمخازن طيب عناصر تكريفة التخزين التخزين بيكلفني ايه؟ بيكلفني تسهيلات مخزنية تأمين ضرائب نقل تكريفة منولة استهلاك للأدوات اللي بيستعملها الفايدة على الأموال المربوطة في المخزن الأموال المربوطة في المخزن وفيه الفايدة على الأموال المربوطة في المخزون مقصود بكلمة مخزون عن البضاعة والمخزن اللي هو المكان يبقى عناصر تكريفة التخزين 8 عناصر تأسلات مغزانية تأمين ضرائب نقل تكريفة منولة استهلاك فوائد على الأموال المربوطة في المغزان وفوائد على الأموال المربوطة في المغزان في عندنا بقى مخازن أو نوع من المخازن يسمى مخازن عمومية خدمات المخازن العمومية لعملائها مخازن عمومي زي ما بننزل كده مثلا نصول مهاجرين كده بتاع السراميك هنلاقي أني مش كل محل عنده مخزن لا ده فيه حتة أرض فضية كبيرة وكل المحلات دي كلها شاركة مأجرة جزء من الأرض وبتخزن في حاجتها أو الأرض الكبيرة دي اللي فيها كل التجار بيخزنه ده اسمه مخزن عمومي خدمات المخازن العمومية لعملائها واحد استلام بضايع العملاء وتفرقها وتخزنها يبقى دي أول حاجة بنعملها تسليم البضاعة المخزونة بعد بيعيها بضاعة باعة يبقى نسلمها خلاص ترميم أو تسليح لو هي المقصورة لو فيه كرتونة مقطوعة أو فيه كرتونة مقصورة أو فيه علبة مقصورة حاجة بنعمل لها ترميم اصدار فواتير البضاعة المسلامة للمشترين وإرسال صورة منها للبائعين الراجل خلاص باع فبعت لي صورة أو بعت لي فاتورة بسلم بيها أبعت صورة منها للبيع ودي واحدة منهم للمشترين تأجير مكاتب لعمال البيع التابعين لملك البضاعة ملك البضاعة ده اللي مأجر عند الحتة الأرض ممكن أأجر له مكتب للعمل اللي شغال تبعه طيب أسباب استخدام المخزن الأمومية ليه بنستخدم مخزن أمومية ليه مش كل تاجر عنده مخزن قال لي رقم واحد عدم توفر المساحة الكافية لتخزين السلعة يعني ما عنديش مساحة كافية لخزن السلعة رقم اتنين توزيع البضاعة على مساحة أكبر تلاتة توزيع المخزون على عدة أماكن مخزن عند المخزن ده ومخزن ده ومخزن ده ودي فيها ميزة لو حصل خطر للمغزن من المخازن ما بقاش الخسارة كلها جمدة أو خسرت كل حاجة من البضاعة بتاعتي التمتع بميزان نقل بأجر الحمولة الكاملة لأن بانق بكمية كبيرة بوزع زمنها عايز على المخازن بتاعتي الحصول على إصالة تغزين لاستخدامه كضمان لقرد لو أنا عايز أخذ قرد بروح لصاحب المغزن العمومي أقول لني إصالنا مخازن عندك بضاعة بالتمن الفلاني وأخذ الإصال ده ضمان وروح لأي بنك وأخذ بضمان القرد طيب لما يكون هنبيع من المغزن ده وعايزين نصرف نصرف إزاي قال لي فيه تدى طرق للصرف اللي بيحدد طريقة الصرف هنا طبيعة المادة اللي احنا نصرفها يبقى طرق صرف المغزون اللي بيحددها طبيعة المادة رقم واحد الوالد أولا يصرف أولا يعني أول حاجة جدخلت المغزن هي أول حاجة تباعة دي بنستعملها لما يكون مواد غزائية أو أدوية عشان لها تاريخ صلاحية الوالد أخيرا يصرف أولا يعني آخر حاجة جدخلت هي أول حاجة تتصرف دي بنعمالها لما يكون بنتاجر مثلا في الأخشاب وعملين مغزن للأخشاب وفي ألواح أخشاب مش كلما يجي لألواح جديدة هرفع القديمة هرفعها فوق خلج جدها تحت لأ بحط الجديد فوق بعضه يبقى لما جبع ببيع من آخر حاجة جدخلت لي دي اسمها الوالد أخيرا يصرف أولا ثلاثة المتوسط المتحرك أو المرجح ودي بنستخدمها دي ما يكون مواد سائلة مجرد ما بحطها على بعض اختلطوا ببعضهم مش عارف مين كانت موجود من الأول ومين الجديد يبقى طرق الصرف من المخازن ثلاثة الورد أولا يصرف أولا الورد أخيرا يصرف أولا والمتوسط المتحرك أو بنسمها متوسط المرجح طيب المخزون ده بقى مش المفروض يبقى فيه كمية موجودة في المخازن وبنخزنها آه طيب نخزن قد إيه؟ آه قال لي فيه عندك ناس بيخزنه بغباء بيعمل حاجة اسمها زيادة في المخزون يقول لك خزن يا عم بكرة تمنشط ظروف شكلها إيه؟ وفيه ناس أقول لك لأ أنا لما أحتاج أبقى أنزل أشتري وخزن يبقى فيه زيادة في المخزون وفيه نقص في المخزون في الحالتين فيه أخطار بتعرض لها أنا كمنشأة الأخطار التي تتعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون عن القدر المناسب واحد تعطيل رأس المال رأس المال متعطل لأن شارعوا حاجاتهم مخزنها ليس نعملتش بها حاجة ارتفاع تكاليف منودة الأصناف وتخزنها عشان شارع بكميات كبيرة فيبيعود الناس الشائلين اللي بيشيروا وبياخدوا مني مصاليف كبيرة احتمال انخفض الأسعار وأصابة المنشأة بخسار فادحة آه دي مصيبة بقى لأن اشتريب بكميات كبيرة وخزنت بسعر معين ممكن السعر يقل يبقى أنا بخسط خسارة كبيرة ظهور إدارة المنشأة بمظهر الإصراف أمام العاملين العاملين الشغلين عندي شايفين عمالة اشتري وخزن اشتري وخزن يبقى الراجل ده مصرف طيب طيب ايه بقى الأخطار اللي بتتعرض لها المنشأة نتيجة نقص المخزون واحد عدم القدرة على إرضاء العملاء إن أنا هيجي العامل يطفل مني حاجة هلأ المغزن بتاعي مش مكافي الكمية اللي هو طلبها احتمال دفع ثمن أعلى عند الشراء وعدم استفادة بخصم الكمية إن أنا لما اشتريتها مثلا كان بقى 10 جنيه لما جد اشتري تاني جبقى 15 يبقى ممكن ندفع ثمن أعلى وطيب ما بشتري كمية قليلة يبقى أنا مش باخد خصم الكمية من التاجر اللي بيعلي طيب رقم ثلاثة زيادة تكاليف النقل إنها هنقل على كذا مرحلة رقم أربعة زيادة تكاليف الأعمال الحسابية طيب في عندنا بقى حاجة اسمها الحد الأدنى للمخزون أو احتياط المغزون الحد الأدنى ده الحد الذي لا يجب المساز به في الظروف العادية يبقى أنا في الظروف العادية اللي موجود في المخزون ده ما يقلش عنه ده اسمه الحد الذي لا يجب المساز به في الظروف العادية اسمه الحد الأدنى طيب امتنا نعمل حاجة اسمها نقطة اعادة الطلب النقطة عند بحسب بان اضافة الاهتاجات خلال فترة اعادة الطلب واجمار الحد الأدنى محتاج لأكي ماذا ؟ ي Cruz لن نقطة ت cheating الكامب الحد الأقصى علي Egrund يونيقضا بإضافة الكمية الاقتصادية للمغزون ا подписывайтесь فيطر mg بعد كده فيه عندنا حاجة اسمها قناة التوزيع وقنوات التوزيع نفرق باللتنين من التعريف اللي هنقوله نقدر نفرق باللتنين قناة التوزيع مجموعة من الأفراد والمنظمات قنوات التوزيع الطريق الذي تسلكه السلع أو الخدمة من المنتج للمستهلك يبقى قناة التوزيع مجموعة من الأفراد والمنظمات التي توجه نسياب السلع والخدمة من المنتج للمستهلك يبقى الأفراد أو المنظمات اللي بيشتركوا وبياخدوا السلعة من المنتج وصالة المستهلك دول يسمون قناة توزيع لكن المجال بقى اللي بتسري فيه اسمها قناة توزيع الطريق يبقى قناة التوزيع الطريق الذي تسلكه السلعة أو الخدمة من المنتج إلى المستهلك أو المشتري الصناعي في السوق طيب ووظائف القناة دي ايه الوظائف تمانية مش مجبري نقول التمانية يمكن يقوله اكتفى بخمسة اكتفى باربعة يبقى عزين نحفظها لحجم منهم خمسة بس واحد تجزئة كميات السلعة لكميات أصغر اتنين تجميع العديد من السلعة والخدمات تلاتة تقليل حجم المعاملات أربعة النقل والتخزين خمسة الاتصال وجمع المعلومات ستة تقديم الخدمات لتجار التجزئة والمستهلكين سبعة خدمات الاقتمان تمانية تحمل مخاطر يبقى وظائف القنوات تمانية طيب متطالبات توزيع منتجات الشركة للعملاء الشركة عشان توزع للعملاء الطعام طلب ايه واحد اختيار أفضل الطرق أو قنوات التوزيع تشوف أفضل الطرق ايه يعني أفضل قناء ايه اتنين اختيار أفضل منافذ التوزيع تلاتة وضع سياسات التوزيع المناسبة لطبيعة المنتج والسوق أربعة ضمان استمرار توفير المنتجات وسرعة نقلها من أماكن انتجة لأماكن استهلاك دي المتطالبات طيب ايه بقى النظم الأساسية أو الأشكال لقنوات التوزيع فيه عندنا خمس نظم أساسية لقنوات التوزيع تعال شوف التوزيع ده ممكن يتم إزاي النظام الأول اسمه توزيع مباشر توزيع ايه مباشر للمستهلك هنا يقوم المنتج بالبيع مباشرة للمستهلك يعني منتج السلعة بيدي السلعة على طول المستهلك النهائي ده يتعاملوا مع بعض واجهه لواجه ده اسمه توزيع مباشر طيب النظام التاني قال التوزيع عن طريق منشآت التجزئة يعني نشوف تاجر التجزئة ياخد بقى يتعامل في المعانا يبقى المونتج هيدى لتاجر التجزئة وتاجر التجزئة هيدى السلع لمستهلك يبقى داخل ما بين الاتنين تاجر تجزئة هوا في النظام الثالث عن طريق منشآت الجملة يبقى المونتج مش هتعامل مع المستهلك هيدى تاجر الجملة وتاجر الجملة هيدى المستهلك طب النظام الرابع التوزيع عن طريق منشاة الجملة والتجزئة يبقى المنتج بيدي تاجر الجملة تاجر الجملة يدي تاجر تجزئة تاجر التجزئة هو اللي يبيع للمستدرك النهائي طيب لو أضفنا حلقة الوكيل يبقى ده النظام الخامس نظام الخامس توزيع بإضافة حلقة الوكيل المنتج بيدي الوكيل بتاعه والوكيل بقى عارف التجار يوزع تاجر الجملة وتاجر الجملة يوزع تاجر التجزئة وتاجر التجزئة يوزع على المستدرك طبعا كل النظم دي كلها لازم أسعر تتغير فكروا وقلوا لي أنه فيهم أو أنهي النظام هيكون أقل سعرا وأنه النظام هيكون أكبر سعرا فكروا مع بعض وبلغوني في التعليقات بتاعتنا نيجي مع بعض أشكال التوزيع للمنتجات في السوق اللي هي أشكال استخدام الوسطاء التجاريين في توزيع المنتجات لما جاء وزع المنتجات في عندي شكل من توزيع اسمه توزيع الكسيف يقصد به التعامل مع عدد كبير من الموزعين في كل منطقة بايعية يعني بزل بالمنطج بتاعي وبمسك كل الموزعين اللي عندي وبوزع على كل التجار في كل منطقة اسمه توزيع كسيف في توزيع انتقائي من اسمه يعتمد على عدد محدود من الموزعين في المنطقة البايعية باخد موزعين معينين بنائي ناس معينة في الكسيف بوزع العدد كبير من الموزعين في كل منطقة في الانتقائي بيعتمد على عدد محدود من الموزعين في المنتجة البيعية فيه التوزيع الوحيد يقصد باعتماد المنتج على موزع واحد موزع ايه واحد يقوم بتوزيع كافة منتجته لغات هنا هنقف ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونعمل سبسكرايب اشتراك في القناة ونعمل تفعيل زر الجرس تاني ونشير ونعمل اعجاب بالقناة عشان تصل لأكبر قدر ممكن من زماننا عادينا نوصل بقى كلا مع بعض خمسين ستين اعجاب مع بعض ناخدها كده واحدة واحدة تمام الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته